مياه العملية السياسية التي اغلقت في بغداد بفعل الانسداد عادت تضخ من جديد مع هبوب رياح صناعة اجتماع خماسي يكون التيار الصدري محورا اساسيا فيه هذه المرة وبالرغم من ان حراك الابواب الخلفية والحوارات والمفاوضات لم يتوقف مشوارها بين سياسي الصف الاول الا انها لم تحرك ساكنا في ارقام المعادلة اما اليوم ومع انتهاء الزيارة الاربائنية عاد حراك الطاولات من جديد وهذه المرة في الحنانة باتصالات مستمرة تجري من اجل تحضير للاجتماع الذي تبني القوى السياسية الامال عليه بهدف حل الازمة واقناع مقتدى الصدر بمنع انصاره من النزول الى الشارع مجددا خشية تطور الاوضاع بما يشبه الفوضى التي شهدت المنطقة الخضراء قبل اسابيع الاجتماع المرتقب من المتوقع ان يشارك فيه رئيس اقليم كردستان جيروفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اسماء تحمل اهمية كبيرة تشكل اقطاب العملية السياسية وتقرأ في صفاحات صناعة التفاهمات للوصول الى انجاح عملية تشكيل الحكومة الجديدة وقبل ذلك دخول مجلس النواب بجلسة مرتقبة تعيد حراك البرلمان لذا فان الكرة في ملعب التيار الصدري الذي تقف الامال عليه في تحديد شكل المرحلة المقبلة من جهة ثانية علمت غرفة اخبار التغيير عن ان الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد وقاء اختيار النائب الاول لرئيس مجلس النواب والتي من الممكن ان يشارك في صناعتها المستقلون الذين وقع عليهم اختيار الاطار التنسقي كذلك تتوجه اليهم الانظار بترقب موقفهم من التيار الصدري والاطار التنسقي وخطوط كل منهما بما يتعلق بتشكيل الحكومة وترتيب اعادة الالقة الشرعي الى اروقة مجلس النواب اذا ووفق القراءات التي يبثها سياسيون لملامح الساعات المقبلة فان الترقب يأتي لعملية تفكيك الازمة السياسية والدخول في مرحلة جديدة تنهي الانسداد الذي طال امده في البلاد منذ اعلان نتائج انتخابات تشرين المبكرة اشتركوا في القناة